شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لأنسى بأسلوب تنفيذ إجراءة تأمين تخصصي لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني الذي يأتي في إطار خطة تدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المشاركة بالبيان والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر والاطمئنان على جهزيتهم ومدى تفهمهم للمهام المكلفين بها تضمنت مراحل البيان إجراءات التأمين والوقاية والتعامل مع المواقف المختلفة التي يمكن تعرض لها أثناء سير العمليات بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة حيث أظهرت مدى الجهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة وقدراتهم على أداء المهام التخصصية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات